بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا الإعزاء طلاب الصف الثاني الإعدادي أهلا بكم وسهلا مع درس جديد من دروس لغة العربية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم في حلقة سابقة اتكلمنا في فصل الثاني عشر اتكلمنا عن مرحلة الصمود والردع التي مرت بها مصر في صراعها مع هذا العدو الغاشم وهذا المحتل الظالم وهو اليهود عندما احتله سيناء وقلنا في نهاية الفصل أننا في الفصل الثلاثة عشر في آخر فصل قصة سنتعرف كيف استعادت مصر سيناء الحبيبة وسنتعرف أيضا في هذا الفصل الثلاثة عشر على نماذج مشرقة من المصريين الذين كانوا يضحون بأغلى ما يملكون وهي أروحهم في سبيل الدفاع عن الدين وعن العرض وعن الوطن لأن الوطن لا يقدر بثمن طيب تعالوا مع بعض بقى النهاردة نستكمل أحداث القصة بتاعتنا ومع مسك الختام مع الفصل الثلاثة عشر ختام قصة كفاح شعب مصر القصة الجميلة أو اللي احنا تناولناها من الفصل الدراسي الأول واليوم معا نختمها بالفصل الجميل أو ده اللي هو مصر أكتوبر العظيم تعالوا مع بعض كده ناخد فكرة عن الفصل أن طبعا قلنا أن إسرائيل بعدما احتلت سيناء في 67 أقامت عدة تحصينات ظنت إسرائيل بعدما أقامت هذه التحصينات أنها في حصن حصين وفي برج بعيد جدا عن هجوم أي جيش مهما كانت قوته عملت إسرائيل إيه التحصينات اللي عملت عشان تحمي نفسها من أي هجوم من المصريين واحد عملت خط برليف على امتداد الساحل الشرقي القناة السويس لمنع هجوم المصريين ولضرب أي قوة تحاول عبور القناة اتنين عملت خزنات المواد الملتهبة موزعة على مسافات مناسبة إذا اشتعلت تحول سطح القناة نارا مشتعل عملت خزنات مواد ملتهبة لو يعني فكر المصريون عبور قناة السويس هم كانوا يقولوا كده أنهم سيحولون قناة السويس إلى بحر ليس بحر ماء ولكن إلى بحر من النيران جحيم على من سيعبر قناة السويس يا ترى نجحوا في ذلك أم أن المصريين صفعوهم كالعادة وعبروا قناة السويس هنعرف مع بعض عملوا ايه تاني عملوا حاجة اسمه الساتر الترابي الساتر الترابي ده كان بجوار خط برليف الساتر ده عبارة عن جبال من التراب هم عاملينها بارتفاع 15 إلى 20 متر تبا تخيل ساتر ترابي زي تلة كده ترابية ارتفاع 15 إلى 20 متر طبعا صعب قوي أن أي جندي شايل سلاحه ولابس لبسه العسكري ولابس بيته ولابس ملابسه الكاملة دي في عز النهار هم كانوا صايمين يطلع التراب ده عشان يعدي منيها التانية ويدخل سينة فكانوا عاملين موانع صعبة قوي على أي جيش نوع يعبرها لكن كيف تعامل معها جنودون المصريون طيب فهما عملوا ساتر الترابي ده ليمنع عبور أي دبابة بر مائية من الدخول كما أنه لا يمكن إزالة هذا الساتر إلا بجهد كبير ووقت طويل يكون هم استعدوا وقاضوا على أي قوة تحاول العبور كذلك أيضا يستحيل على أي جندي زي ما قلت لك بنبسه العسكري نوع يطلع التراب ده هيبقى فيه مجهود أو عبال ما ينزل الناحة التانية هيبقى استنفد كل قوته طيب ايه تاني؟ بيه حاجات سرية عملتها لكن في حاجة رابعة بقى أن إسرائيل أن إسرائيل زودتها أمريكا يعني أمريكا زودت إسرائيل بأقوى المعدات الحربية جعلتها تظن خلت إسرائيل يعني تظن أنها في موقع منيع يستحيل اقتحامه وبهذه الاستعدادات والتحصينات أصبحت قناة سويسي في نظر رجال الحرب والسياسة أصعب الموانع المائية ولكنهم نسوا أن روح مصر السائرة أن روح مصر السائرة تأبى الظل والهزيمة أمع من الساتر طرابي وعملين خط برليف وعملين 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 إلا أنهم نسوا أن الجند المصري بإيمانه بالله وبحبه للوطن العزيز مصر يتحدى ليس الصعب بل يتحدى المستحيل طيب واستعدت مصر الخالدة استعدادها الكامل وفي اللحظة الحاسمة في السادس من أكتوبر الف تسعمائة تلاتة وسبعين اندفع الطيران المصري يزأر في سماء سيناء في لحظة مناسبة ساعة الصفر انطلق أسودنا في الجو والبر والبحر كل الجنود المصريين كان هذا في شهر رمضان المبارك في شهر أكتوبر الف سعمائة تلاتة وسبعين كما انقضى رجال الصعيقة يدمرون منشآته ومستودعاته وقام المهندسون ببناء المعابر والكبار على القناة لتعبر عليها الدبابات والمعدات كما قاموا بإزالة الساتر الترابي بعمل فتحات واسعة ده مين بقى اللي عمل كده من اللي اتصرف بذكاء مع الساتر الترابي جابوا مضخات مياه مواتير مياه القناة السويس موجودة خدوا منها خارطين مياه زي بتاعة المطافي بدل بقى من هدوا نعمله صلاتوا المياه على هذا الساتر الترابي فكان التراب ينزل وعملوا فتحات تبير أولي كي يعبر منها الجنود وتعبر منها الدبابات زي ما هم أزكية وبيعتقدوا انهم أزكية إحنا أزكى منهم زي ما هم عملوا موانع إحنا عبرنا هذه الموانع بأقل تكلفة وبأقل مجهود لذلك ذكاء المصريين في هذه الحرب أذهل إسرائيل بل أذهل العالم كله إذا الجيش المصري يعبر هذه الصعوبات والموانع الصعبة جدا اللي كل الخبراء العسكريين قالوا أنها موانع وتحصينات قوية جدا لا يستطيع أي جيش إنه يعبر طيب إلا أن المصريين عبروا هذه الموانع ودمروها وحقق الجيش المصري بطولات الرائعة في معركة العبور والصواريخ وكانت روحه الفدائية هي سر نجاح هذا العبور العظيم وسر تحتيم خط برليف وسر القضاء على أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر هذه أسطورة وأكذوبة طيب وأثبتت حرب أكتوبر المجيدة أن سلاح الإيمان تتضاءل أمامه كل الأسلحة ويتجلى ذلك في قصة الطبيب المصري الأسير هنعرف الطبيب المصري الذي أثره اليهود أي قصته مع بعض في الأسئلة طيب تعالوا بقى الأسئلة على الفصل لماذا أنشأ العدو الإسرائيلي خط برليف وماذا تعرف عنه طبعا الإجابة لمنع هجوم المصريين ولضرب أي قوات تحاول عبور القناة الخط ده جهز بأحدث تم تجهيزه يعني بأحدث المعدات وأقوى التحصينات خلاص كده حتى تدمر أي قوة تحاول عبور هذا الخط أو تحاول عبور قناة السويس لتدخل إلى سيناء يعني كيف أصبحت قناة السويس في نظر رجال الحرب والسياسة من أصعب الموانع المائية لوجود التحصينات القوية التي أقامت إسرائيل ومنها طبعا زي ما قلنا خط برليف وخزنات المواد الملتهبة لما وزعوها على مسافات مناسبة أسفل القناة تم تخيل حطين خزنات تحت قناة السويس عشان لو هم قالوا يعني لما يجي المصريين يعبروا قناة السويس يفتعوا الخزنات دي فيحولون مياه قناة السويس إلى نيران ملتهبة وإلى جحيم يحرقوا أي شيء يعبر قناة السويس طيب عملوا يتاني السياتر الترابي اللي أنا قلتلكوا عليه اللي هو بارتفاع 15 إلى 20 متر طيب بدي كلها التحصينات اللي هي اللهم عملوها وكمان وقوف أمريكا بجانبهم تزودهم بالأسلحة وما إلى ذلك ما الذي ظنته إسرائيل بعد هذه الاستعدادات طبعا ظنت أنها في موقع حصين وأنها في أمن وأمان في موقع يستحيل الاقتحامه من أي جيش طيب ما رأيه رجال الحرب والسياسة العالميين في هذه التحصينات كان رأيهم إيه أن قناة السويس بهذا الاستعداد الكبير أصبحت من أصعب الموانع المائية وأصبح عبورها أمرا صعب المنال طيب كيف استعدت مصر لملاقات طائرات العدو الإسرائيلي مصر استعدت إزاي لو طلع طائرين إسرائيلي استعدت بالصواريخ عملت منصات صواريخ وزعتها وأخفتها بذكاء كبير جدا جدا عشان لو أي طائرة إسرائيلية طارت في الجو تضربها الصواريخ المصرية وكانت القيادة العسكرية تنقل هذه الصواريخ وقواعدها تبعا لخطة سرية غاية في الذكاء والتضليل وقد كان لديه الصواريخ فضل كبير في تدمير الطيران الإسرائيلي عندما جاءت ساعة العبور أي طائرة طلعت كانت الصواريخ الصواريخ المصرية تدمر هذه الطائرات الإسرائيلي وضح دور الطيران المصرية في حرب أكتوبر لقد حطم مطارات العدو ومواقعه مما شل حركته ما دوروا المهندسين العسكريين المصريين في هذه الحرب هم الذين فتحوا الفتحات الوسعة في الساتر الترابي بقوة المياه هم اللي عملوا فكروا مضخات المياه دي خراطيم المياه عملوا فتحات في الساتر الترابي ليه لتسهيل عبور الجنود والمعدات إلى داخل سيناء اتنين عمل المهندسين العسكريين برضو أقاموا الكبار فوق القناة لعبور الدبابات والمعدات الحربية والمشاء إلى أرض سيناء عملوا كبار سابقة التجهيز اللي أم كانوا بحطوها كلا وتتفرد حتى يعبر عليها الجنود ويعبر تعبر عليها الدبابات إلى داخل أرض سيناء لكي يتم تحريرها من هؤلاء المحتلين طيب اكتب ما تعرفه عن دور الصعيقة والطيران والدبابات في تحقيق نصر اكتوبر اندفع رجال الصعيقة في قلب سيناء يدمرون منشآته وقواعده ومستودعات المواد المنتهبة دور رجال الصعيقة الأبطال طيب كان للطيران المصري دور هام حيث انقض على مطارات العدو ومواقعه ودمرها وشل حركتها طيب الدبابات كما أن دبابات مصر التقت بدبابات العدو التي تجاوزت ألفا وسبعمائة دبابة فحطمت الجزء الأكبر منه وفر الباقي هما من هول الصدمة ما كانوش قادرين وملحقين على الهجوم المصري الكاسح على كل الأصعيدة تجلت الروح الفدائية في حرب أكتوبر اضرب أمثلة تؤيد ذلك بص بق تعني يا رب بعض النمازج البطولية من جنودنا واللهم كانوا أجدادنا الأبطال يعني ظهرت في حرب أكتوبر بطولات للجنود المصريين منها كان جندي المشاه جندي المشاه اللي هو بيحارب على الأرض ده إذا قابل دبابة إسرائيلية لا بيجري ولا بيخاف ولا بيستسلم كان بيعمل إيه الدبابة تتقدم نحوه يقف صامدا حتى إذا اقتربت منه أخرج قنبولة يدوية وفجرها بداخلها واستشهد بجوارها هو آه يموت شهيد إن شاء الله لكن هيضمر أو هيقتل كل الجنود اللي داخل هذه الدبابة كان يقف بطل زي الجبل وهم طبعا مستغربين جدا زي جندي واحد واقف قدام دبابة لأنهم مش واخدين على كده مش عارفين بطولة وشجاعة مصريين يصعد الجندي أو يقذف هذه الدبابة هذه القنبولة على الدبابة ومن بداخلها فيموتون جميعا ويموت هو معهم لكن هو يموت شهيد وهم يموتوا صرعا لأنهم محتلين ظالمين طب إيه تاني وحدث مشى التاني بطولي حدث أن ألقت طائرة للعدو قنبولة على ممر طائرات مصري طيارة إسرائيلية ألقت قنبولة نزلت هذه القنبولة على ممر طائرات طبعا لو انفجرت هتضمر عدد من الطائرات المصرية ولكنها لم تنفجر فأسرع مهندس عسكري شو بقى رايح يضحب روحه وبحياته أغلى ما يملك حتى ينقذ هذه الطائرات نحوها وحملها شارق قنبولة بإيده بعيدا وبعد بيش بقى بعيدا عن الطائرات عشان كده تبقى الطائرات في أمان حتى لو انفجرت هذه القنبولة وبعد ثوان قليلا قليلا انفجرت هذه القنبولة ومزقته بعد أن أنقذ كل ما كان في الممر من طائرات مصرية نماذج مشرقة نماذج مشرفة لأجدادنا الأبطال المصرين في هذه الحرب العظيمة طيب ما سر انتصارنا على العدو في هذه المعركة واحد هو الإيمان بالله أولا ثم الروح المصرية الفدائية العظيمة اتنين شجاعة المقاتل المصري وتحديه الموت بلا تردد زي ما قلنا كده المهندس العسكري وهذا الجندي الذي كان يقف في وجه دبابة كاملة من قال لكم هذه الأوهام والخرافات إنكم واهمون ولا تقولون إلا زورا دي جملة ألا حد فأي مناسبة انقيلة هذه العبارة الجملة دي اللي قالها هذا الطبيب المصري الذي وقع أسيرا في يد الإسرائيليين المخابرات الإسرائيلية بتحقق معاه وبتقول له انت بقى طبيب قلنا بقى إيه الحبوب اللي انتوا كنتوا بتدوها للجنود المصريين عشان يحربوا بالشراسة أو بالشجاعة اللي احنا أول مرة نتشوفها دي هما طبعا مش واخدين على كده معتقدين الجنود المصريين تعاطوا حبوب الشجاعة هما بيظنوا كده يعني حتى ظهروا بذي الشجاعة وهذا الإقدام وهذا الصمود الأسطوري أمام جيش الإسرائيل فطبعا الطبيب المصري يعني بيقولنا قدام واحد مجنون يعني من قال بيقول له من قال لكم هذه الأوهام والخرافات إنكم واهمون ولا تقولون إلا زورا إم تبقى قيلت هذه العبارة عندما سأل رجل المخابرات الإسرائيلية الطبيب المصري الأسير لهم كانوا أسرينه عن اسم الحبوب التي يقدمونها للجنود المصريين أثناء القتال هم يعرفوا مش حاجة اسمها شجاعة اسمها إن دي بلدنا وإن احنا نموت ولا نترك أرضنا فريسة لأحد فهو رد الطبيب المصري على هذا الرجل الإسرائيلي ما الذي أدركه الطبيب الأسير وبما أجاب على ضابط المخابرات الإسرائيلية بص بأدرك إيه أدرك أنه أمام مخبول واحد مجنون ما عندهش حبوب شجاعة إيه وبتاعي وفي حاجة اسم حبوب شجاعة فاضطر أن يهزأ به ويقول في الآخر خالص جرى كده في الكلام ما هو مصمم أن الجنود المصريين تعاطوا حبوبا جعلتهم شجعانا وصامدين وأبطالا وأسودا في المعركة فالطبيب دي قال أنا قدام واحد مجنون مش هخلص منه وريحه قال له إيه بقى قال له آآآ إننا نتناول حبوب الشجاعة قبل القتال قال له وفي حبوب اسم حبوب الشجاعة كده بناخده قبل من حارب عشان يريحه ويكبر دماغه منه يعني ما الذي تصوره ضابط المخابرات الإسرائيلي حينئذ وما الذي فاته تصور أنه توصل هو اعتقد بقى أنه إيه وصل في التحقيق لحاجة وهو ما يوصلش لحاجة ده مجنون أصلا تصور أنه توصل إلى سر شجاعة المقاتل المصري وتحدي الموت بلا تردد هو ظن أنه إيه وصل للسر ولا يعرف أن السر هو الإيمان بالله وحب الوطن الذي لا يعدي له أي حب بعد ربنا طبعا إيه بقى اللي نسيه بقى الضابط المخابرات الإسرائيلي ده إيه لو مش عارفوه ما فاته أن المقاتل المصري يؤمن بأن لكل أجل انكتب وعرف أن حياته دي بقيد ربنا سبحانه وتعالى فهو بيدخل حرب طالما دخل حرب يقف كالأسد ويقاتل حتى آخر نفس في حياته وده اللي كان بيمثله جنود من الأبطال عارف نوه يموت لكن قبل ما يموت هو يموت واحد شهيد إن شاء الله هيئته لقدامه أربعة أو خمسة أو أيا كان عدد الجنود اللي داخل الدبابة المهندس العسكري ده اللي لقى القنبلة على ممر الطائرات كان ممكن يجري بعيد هو ينجو بنفسه لكن القنبلة اللي انفجرت هتدمر على ألعدد من الطائرات بأخصارة للمصريين جري هو ضحى بنفسه واحد شاء القنبلة بين إيده قنبلة طبعا كنت كبيرة يعني مش حاجة صغيرة كده وجري بها بعيد عن الطائرات ثم انفجرت ومزقته قطعا صغيرة هو عارف انه يموت لكنه باطل الضابط المخابرات ده لا يعرف هذه الشجاعة ولا يعرف شجاعة المصريين ولا يعرف بطولة المصريين هم اعتقد انهم خدوا حبوب معينة قبل الحرب فجعلتهم هكذا شجعان وهكذا أسودا يعني طيب تعالوا بقى مع بعض بعد الفصل الجميل قوي ده اللي هو مزك الختام فصل 13 ونصر أكتوبر العظيم نحل مع بعض بعض التدريبات على هذا الفصل نطبق به على فهمنا للفصل بس قبل من حل عايز أقول لك انت مصري يجب أن تفخر بأنك مصري وأن تعتز بوطنك وأن تعتز ببلدك العزيز مصر مصر دائما على مر التاريخ دولة كبيرة دولة عظيمة شعبها يظهر معدنه الأصيل في أوقات الشدائد والمحن والمصائب هكذا وضحت لنا القصة اللي هي كفاح شعب مصر مشاهد مختلفة عبر التاريخ من أيام الهكسوس والفرس وغيرين من الأعداء الذين أرادوا احتلال بلادنا ولكن المصريين في كل فصل كانوا يثبتون أنهم جبالا وأنهم أسودا أنهم جبالا وأنهم أسودا لا يرضون بالذل أبدا ولا يستكينون ولا يخضعون لظالم ولا لمحتل أبدا وأنهم حبهم لوطنهم حبهم لبلادهم يحولهم إلى أبطال وإلى جبال راسية في وجه أي محتل دل القصة اللي أنا عايزك تطلع في اختام القصة دي بأن أنت مصري يجب أن تفخر بمصريتك بعروبتك وبأنك من هذا الوطن العظيم تعالوا مع بعض بقى نحل بعض الأسئلة سهلة جدا ولذيذة على فصلنا الجميل ده اللي هو نصر أكتوبر العظيم زي ما احنا متعودين حضرتك قاعد معايا مركز كشكولك معاك ألمك معاك تعالوا بقى نشوف الأسئلة وشاركني في حلها كالعادة حبيبنا الطلاب فضلوا طيب يلا بقى حبيبنا الطلاب مع بعض كده إيه أسئلة سهلة أو لذيذة جدا على الفصل التلاتاشر اللي هو مسك ختام قصتنا الجميلة كفاح شعب مصر الفؤال بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطر هنرى الجملة إيه الصح؟ هنعمل صح والغلط هنعمل غلط أو الفؤال بيقول لي تعالوا نرى الأسئلة مع بعض كده كده كلها وبعد كده إيه نشوف بقى من صح ومن غلط استطاع الكيان الإسرائيلي كسر عزيمة المصريين استهدنا ما تجودش ها أول جملة استطاع الكيان الإسرائيلي كسر عزيمة المصريين اتنين استطاع المصريون الأبطال كسر شوكة الإسرائيليين علمناهم الأدب يعني في بلادنا هنا طيب ثلاثة كان جنودون المصريون يتناولون حبوبا للشجاعة في القتال أربعة كان لكل فرد في الجيش المصري دور كبير في تحقيق النصر ها خمسة أقام المهندسون العسكريون وأبطال دول في جيشنا العظيم في الجيش المصري جسورا لعبور الدبابات والجنود إيه لا سيناء تعالوا بقى مع بعض كده نشوف السئلة دي من صح ومين غلط امسك قلم يا جباك زي ما أنا بمسك قلم كده واستعدي معايا ويلا ساعدني كالعادة مع بعض طب يا حبي أول سؤال استطاع الكيان الإسرائيلي كسر عزيمة مصريين طبعا الإجابة غلط لهم ولا غيرهم طيب استطاع المصريون الأبطال كسر شوكة الإسرائيليين أو طبعا احنا اللي كسرناهم الحمد لله واستعادنا أرضنا كان جنودنا المصريون يتناولون حبوبا للشجاعة في القتال انت إيه رأيك الجنود المصريين تناولوا حبوبا للشجاعة طبعا لا طبعا إيمانهم بالله حبهم للوطن وشجاعتهم المعهودة هو ده اللي خلاهم ينتصر ويستعيدوا حقهم لكن ولا بيتناول حبوب للشجاعة ولا حاجة أربعة كان لكل فرد في الجيش المصري دور كبير في تحقيق النصر اللهم بقى الصاعقة والمهندسون العسكريون والضفاضع البشرية والمشاء كل فرد كان ليدور آه طبعا كلهم كانوا على قلب رجل واحد أقام المهندسون العسكريون في الجيش المصري جسورا كبار يعني لعبور الدبابات والجنود إلى سيناء آه هم اللي عملوا كده وهم كمان اللي استطاعوا أنهم يحدثوا ثغرات وفتحات في الساتر الترابي ده من اللي عمل كده كان المهندسون العسكريون فالإجابة تبقى صح وكده حبيبنا الطلاب أسئلة سهلة جدا لذيذة جدا على الفصل بتاعنا الأخير اللي هو الفصل 13 نصر أكتوبر وعلى القصة الجميلة جدا بتاعتنا اللي هي كفاح شعب مصر تعالوا مع بعض حبيبنا كده إن شاء الله نكمل حلقتنا فضلوا معاين طيب خلفت القصة فصل 13 وأوشك عامونة الدراسي على الانتهاء لكن رحلة تعليم لا تنتهي أبدا ورحلة التعلم لا تنتهي أبدا حتى لو انتهينا من سنة فلسة قدامكم ربنا يديكم العمر يعني والصحة حبيبي قصة جميلة قوي اعتز بمصرياتك اعتز بعروباتك إن أنت طالب مصري على أرض هذا الوطن العظيم يجب أن تعمل لكي تنهب بنفسك ولكي ترد الجميل إلى هذا الوطن الذي تعلمت على أرضه شكرا لكم حبيبنا الطلاب سعدت بكم في هذه الحلقة ألقاكم على خير دائما وأبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر